موسيقى كان صعب خصوصا مع الإصابات التي حصلت في الثلثة الأخيرة من الموسم لكن الحمد لله عندنا نجوم وأبطال قدروا حققون البطولة الأصعب والأهم اللي هي بطولة الدوري بطولة الدوري بوتركي تعتبر من أصعب البطولات على جميع الدوريات بالعالم السنة هذه النصر حققها على ثلاث فئات فئات الناشئين فئات الشباب فئات الأول الفريق الأول عمل جبار بالتأكيد كيف استطعتك عدارة النادي الموازنة ما بين الثلاث فئات كيف نتائجها على الفريق في الوقت المستقبري؟ والله بالنسبة للفريق الأول يعني أنت حارف أنا مشرف رئيسي على الفريق الأول أو مشرف مباشر على الفريق الأول بالنسبة للفئات السنية عندنا أعضاء شرف قاموا بجهود كبيرة مثل الأخ عبدالله العمراني والأخ بندر الحارثي والأخ فهد الأجلان في الفئات السنية وطبعا الأخ بندر الحقباني المشرف على الفئات السنية وإدارة العامة لكرة القدم برئاسة سالم العثمان وطلال النجار قاموا بجهد كبير صراحة وتكاتفت الجهود لأنه أول فريق في المملكة يحقق ثلاث بطولات بالفئات كلها منذ بدأت بطولة الدور الممتازة في الفئات السنية كلها وفي الفريق الأول فهذا عمل جبار الحمد لله توج بالبطولات الثلاث ونفتخر كثير يعني أنه عندنا الآن فئات السنية يعني في تطور كبير وتحقق بطولات والبطولة الأهم لنا أنه يصعد لاعبين يفيدون الفريق الأول والمنتخب الأول إن شاء الله كان في بداية الدوري مباراة النجران كان لك اجتماع مع اللاعبين قبل تسليم الكأس في حفل الدوري؟ لا في مباراة النجران ما كنت موجود أنا يعني قبلها بعدها بمبارتين تواجدت مع اللاعبين وتكلمت معهم على أنه خلاص عندنا الدوري يعني كل مباراة اعتبر بطولة والدوري معاكم والدوري في يدكم ما المفرض يطلع من يدكم إن شاء الله والحمد لله نجومنا يعني بيضوا الوجه وحققوا الدوري اللي هي البطولة الأصعب صراحة في الموسم تغيير المدرب والفريق في صدارة الدوري بالتأكيد إنها تكون قد تكون صعبة على أي فريق إنه يستمر بنفس السياق مع تغيير المدرب ومع تغيير السياسة الفنية في الفريق كيف قدر الفريق إنه يتجاوز ويستمر على صدارة الدوري؟ والله الحمد لله المدرب دي سلفا عارف الفريق أغلب الفريق عارفه وفيه نجوم كثير موجودين في الفريق يعرفهم وهو صعده ديك الأيام في أول سنة لي في الرئاسة فكانت التغيير مهم في هذه الفترة لأنه ما كان فيه يعني انسجام بين الجهاز الفني واللاعبين والإدارة صراحة فكان فيه توقف فترة التوقف كانت أضدنا أربعين يوم للشغال المنتخب في كاس آسيا أتوقع وكاس الخليج ولو ما أتذكر فغيرنا المدرب جاء مدرب يعرف الفريق والحمد لله مشاهدنا مع المدرب وصلنا لتحقيق بطولة الدوري وصلنا لنصف نهائي كاس ولي العهد وصلنا لنهائي كاس مولاي خادم الحرمين الشرفين وخرجنا بضربات الحط بسركي صعوبات كثيرة كانت في الموسم الماضي سواء تدخل بطولات تنقلات كثيرة للفريق إصابات متكررة للإصابات اللي بالأسبوع والأسبوعين كيف قدر الفريق يتجاوزها وينسجم معها؟ أنا من الزمان أقول يعني الفريق المفروض الفريق ما يحصل عليه تغيير كبير من سنة لسنة فالسنة هذي يمكن اللي دخل على الفريق الأساسي يمكن بعض اللعبين الأجانب وأحمد الفريدي يمكن وعبد العيز الجمرين فما في تغييرات كبيرة لكن في انسجام بين اللعبين وروح اللعبين عالي الحمد لله وبئة نادي النصر يعني الحمد لله خلق يعني مريحة للعبين فتحقيق البطولات يأتي بانسجام كامل بين الإدارة والجهاز الفني واللاعبين والحمد لله هذا تحقق هذه السنة والسنوات السابقة وإن شاء الله سنوات القادمة نجمين يمكن من نجوم المملكة العربية السعودية خسرهم النصر الموسم الماضي الكبتن إبراهيم غالب وكبتن أحمد أفريدي ما كانت ردة الفعله بتركي خصوصا من أوائل الناس اللي كانوا متواجدين معهم في المستشفى سواء الكبتن إبراهيم في قطر أو الكبتن أحمد بعد وصولنا للرياض هي ردة الفعل يعني كنا عارفين يعني لما حصلت الإصابات كنا نصارع على ثلاث بطولات في هذا الوقت فداخليا فكرت أنه لازم نركز على الدوري أهم وبعدها يجي كاساسيا وكاس الملك طبعا الحمد لله في بودلاء جاهزين عبد العيز الجبرين أدى يعني أدى المطلوب منه أكثر في غياب إبراهيم غالب في غياب الفريدي في لعبين خط وسط الحمد لله فابيان دخل وأدى ويحيا كان موجود فالحمد لله يعني شف لما الناس تجي تقول لك ليش أنت تجي بصفقات مثلا على سبيل المثال نايف هزازي نايف هزازي فقدنا السهلاوي في مباراتين في كاساسيا وكانت مهمة جدا فبالعكس أنا أفكر أنه عندنا خمس بطولات السنة الموسم المقبل فعشان تنافس على جميع البطولات لازم يكون عندك الأساسي زي البديل مبارات النصر والهلال في الدوري بوثركي كانت بعد خروج مبارات أساوية مبارات كانت صعبة جدا بعد ظروف صعبة بعد خروج الفريق كيف قدرتك إدارة النادي تجاوز المرحلة هذه وكيف كان المعسكر الفريق ليلة المبارات بالعكس كان هدوء هدوء كبير جدا من اللاعبين ومن الإدارة وعارفين وش نبغى من المبارات يعني عارفين نحقق لازم كنا نحقق ثلاث نقاط في المبارات ما كنا ننظر للفرق الأخرى لكن لما داخل المبارات طبعا لما كنا عارفين الأهل التي تعادل وخلصت المبارات طبعا نبغى ننهي المبارات بالفوز ونحقق الدوري يعني اللاعبين عارفين المسئولية اللي كانت ملقاة على عاتقهم قبل المباراة والحد اللي حققنا الثلاث نقاط وحققنا الدوري هذيك اليوم بطركي آخر 25 دقيقة من مبارات النصر حلال مو بآخر 25 دقيقة آخر 7 دقائق بعد ما عرفنا أنه الأهل انتهت مباراته وفي سبع دقائق إضافية يعني كانت مزعجة بالنسبة لي لكن الحمد لله نجو من أحقق الثلاث نقاط والبطولة في هذه الليلة تركي ش الفرق ما بين نصر 2013 و2014 أنا أتوقع أن نصر 2013 يعني اللي صار يعني إعلاميا واللي صار الزخم اللي صار حتى في العالم العربي والخليجي يعني كان المومنتم يعني دفع الفريق دفع معنوية كبيرة لكن السنة هذه كل الأندي تلعب معك كبطل كبطل دوري وكاسوري الأهل فكانت أصعب لكن أتوقع فريق هذه السنة كان أفضل فنيا نحكي إذا تسمح لي بطلقي نرجع للبدايات في رئاستك في النادي وش كانت الأهداف بتركي اللي بنيتها أو خططت لها في بداية رئاستك للنادي الأهداف أنه نعيد النصر إلى سابق عهده وإن شاء الله أفضل والحمد لله عدنا للبطولات من البوابة الكبيرة اللي هي الدوري سنتين متتالية وإن شاء الله نحقك بطولات في المواسمة الثلاثة المقبلة بالنسبة لي في رئاستي شكرا لما استلمت الرئاسة كانت الأوضاع صعبة جدا ممكن تكون في النادي سواء عدم تواجد لاعبين محليين أو أجانب في الفترة هذه كيف الآن بعد ست سنوات أو سبع سنوات النصر حقق بطولتين دوري متتاليتين بالتأكيد أن هذا عمل سبق عمل كبير جدا ما في شك أنه الواحد لما يكون راسم شيء أو عنده هدف معين تتذكر في البدايات كانت في صعوبات كثيرة لكننا بدأنا بجلب النجوم صراحة إن كان تصعيدهم من الفئات السنية أو جلبهم من أندي أخرى ويعني اليوم الحمد لله نرى أنه أول من فاوض لاعب يعني يفضل النصر عن أي نادي آخر فالحمد لله البطولات تتحقت باللاعبين يعني غالبية باللاعبين في أرض الملعب فإذا كان عندك أفضل فريق الفريق هو اللي حيحق بالبطولات يعني فخذتنا وقت يعني ما تقدر تبني في سنة سنتين إلا إذا كان عندك ميزانية كبيرة جدا يعني وما أعتقد أي نادي في المملكة يقدر في سنة واحدة يرجع إذا كان غاب على البطولات في سنة طويلة عدد من السنوات كانت بتأكيد فيها ذكريات كبيرة جدا إش كانت أجمل الذكريات اللي مستحيلة لأتونس خلال السنوات هذه والله التحقيق البطولات صراحة يعني أول بطولة حققتها رسميا من الفريق الأول اللي هي كاس ولي العهد العام الماضي فرحتها كانت كبيرة وكننا نافس على الدوري في هذاك الوقت متقدمين في الدوري فكان يعني إحساس لا يوصف صراحة وطبعا المباراة اللي خسراها مع نادي الهلال بركلات الحظ اللي هي كاس ولي العهد 2012-2013 أعطتنا دافع كبير لنحقق المرسم المقبل البطولة وبطولة الدوري بتركيا عدد كبير جدا من الصفقات سواء المحليين أو الأجانب والصفقات تأتي معها قصص المفاوضات أكيد إنها قصص طويلة إيش هي القصص اللي صارت لك وبتركي خلال السنوات هذه مع التعامل والله في أشياء يعني ما نقدر نتكلم عنها لكن موضوع عبد العيز الجبرين طول شوي لكن الحمد الله في الأخير حصلنا على اللاعب يعني حصلنا على عقد اللاعب اللي نبغاه موضوع نايف هزازي ما طول كثير لكن كان في شوي شد وجذب لكن الحمد الله في الأخير حنا لما ندخل صفقات الحمد الله ننخلصها النصر مع الأجانب مع اللاعبين الأجانب وبتركي يعني الحمد لله هذه السنة عندنا يعني لاعبين قدموا مستويات كبيرة حنا ما توفقنا في المهاجمين يعني ما أقدر أقول ما توفقنا توفقنا في ألتن قبل العام لكن صراحة الأجانب صعبي وأحب أشرح هنا يعني أنت تشوف السي في حق اللاعب وتشوف حتى لو مبالغ اللاعب كبيرة واللاعب يكون ممتاز وكل شيء على الورق لكن لما يجي الممكن يمكن ما يتأقلم مع الأجواء يمكن ما يتأقلم مع الرياضي يمكن ما يتأقلم مع عاداتنا وتقاليدنا فهذا شيء مهم جدا بالنسبة لللاعب الأجنبي يعني مثلا لاعب كإدريان إدريان مثلا من بداية الموسم إليه نخذ الأجازة في نهاية الموسم ما طلع من الرياضي وما بسوط ومرتاح في الرياضي فأنك تجد لاعب بهالمستوى وأنه يكون مرتاح في المملكة هذا الشيء المطلوب من الأجنبي فصعب أنك تعرف عادة طريقة الأجنبي أو أي شيء يرتاح له إلا لما يجيك فإن شاء الله نركز على هالأشياء في المستقبل أبتركي كيف كانت خطوة التجديد مع داسلفة والكابتن محمد حسين؟ ما كانت سهلة جدا المدرب عارفنا ومرتاح في الفريق ومدرب حق بطولة الدوري واللاعبين يعني علاقتهم ممتازة بالمدرب وتوظيفة لللاعبين ممتاز فبالعكس يعني وعلاقتي أنا الشخصية في المدرب ممتازة جدا الكابتن محمد حسين والكابتن محمد حسين يقدم مستويات ممتازة يعني كان فيه انتقاد للكابتن محمد حسين مع بداية الموسم لأنه كان فيه مشاركات كتيرة مع منتخب البحرين لكن فيه آخر الوقت لما كان ما فيه مشاركات يعني كان ممتاز جدا تركي توقيع مع مهاجمين الكابتن نايف هزازي والأرقو يعني مورا كانت عن طريق المدرب كانت عن طريق الإدارة كلها بالتشاور مع المدرب ما فيه شك لكن المدرب كان حريص على رودريقو مورا وحنا كنا حريصين عليه من الشتوية من الفترة الشتوية لكن ما حصل نصيب في هذا الوقت لكن الحمد لله قدرنا نخلص الصفقة في الانتقالات هذه الآن ثلاثي أجنبي اللي هو كابتن محمد حسين والكابتن مورا والكابتن أدريان بالنسبة للمحترف الرابع لا زال إلى الآن الكابتن فابيان فيه إمكانية استمرار أو أنه؟ فيه إمكانية فيه إمكانية استمرار الكابتن فابيان المدرب الحراس هيقيتا وتركيا يعتبر من أكثر الشخصيات الآن محبة في النادي وعمل عمل كبير جداً وفترة طويلة جداً ما الذي يكون مع هيقيتا للسنوات القادمة؟ والله شوف يعني لو تشوف تطور مستوى عبدالله العنزي وحتى حسين شيعان وحتى متعب شرحيلي تطور كبير جداً خصوصاً هذه السنة وقبلها بسنوات عبدالله العنزي فأعتبر هيقيتا كأنه نصراوي من 20 سنة تركيا النصر استثمارياً ما الذي يكون في النادي استثمارياً في الفترة القادمة؟ والله أنا ذكرتها عدة مرات أن نادي النصر نحن نعرف القوة الشرائية لجماهير نادي النصر نعرف قيمة نادي النصر يعني لن نقبل بالمبالغ ما توازي قيمة نادي النصر لأننا عارفينها حتى عارفينها ما هو بس كده أن نادي النصر عندنا دراسات وعندنا إدارة الاستثمار أو لجة الاستثمار يعني تعمل عمل كبير على هذا الموضوع وإن شاء الله نوفق إن شاء الله يعني نضع النصر في الطليع إن شاء الله بالنسبة للإستثمار رسالتك بتركي الأعضاء شرف نادي النصر والله شف أعضاء شرف النصر يعني لو قعدت أحكي نوياك ساعتين عنهم بالتفصيل ما يكفي صراحة أشكر أعضاء شرف نادي النصر خاصة أعضاء الشرف اللي لا يرغبون بذكر أسماءهم اللي نتشرف فيهم كثير وأعضاء الشرف اللي موجودين وتذكر أسماءهم نتشرف فيهم كثير على دعمهم لمسيرة النادي صراحة وثقتهم الكبيرة في هذه الإدارة بتركي الألعاب المختلفة في نادي النصر الآن مقبلة على عمل مميز سواء كرة الطائرة أو كرة السلة دعمكم أنتم بالنسبة لإدارة النادي الخطوات المبثولة فيها أنا تكلمت قبل فترة على الألعاب المختلفة قلت خلونا بس نحقق بطولات في الفريق الأول وبعدين إن شاء الله نلتفت للألعاب المختلفة السلة الأخ محمد بن عصايم ما قصر السنة الفاتت وإن شاء الله العمل بيكون مضاعف للمنافسة بقوة على الدوري والكاس السنة الجاية الطائرة للأخ عبدالهادي الحبابي يعني يقدم عمل ممتاز إن شاء الله يكون فيه تطور كبير للطائرة طبعا والألعاب الفردية إن شاء الله نحتم فيها إن شاء الله يكون العمل يكون متكامل في نادي النصر على جميع الأصعب الموسم القادم النصر الموسم القادم كيف حتكون لإستعدادات بتركية؟ يعني بيكون فيه استعداد داخلي وبعدين فيه معسكر خارجي وبعدين نلعب بطولة السوبر بعدين نبدأ الدوري يعني إن شاء الله حنا نعمل عمل لتجهيز الفريق ليكون جاهز للمنافسة إن شاء الله وأنتم شايفين العمل اللي قائم في آخر سبعين ثلاثة بعد نهاية الموسم الكابتن أحمد أفريدي وإبراهيم غالب الشي اللي صار بتركي في التأهيل هم في البعد العملية إبراهيم سوى العملية ورجع وتأخرت الفيزا كان يأهل في نادي النصر وبعدين ذهب إلى التأهيل وإحمد أفريدي كانت خلص الفيزتين سوى قبل وراح لندن سوى العملية ورجع بعدين راح ألمانيا وإن شاء الله على يعني توقيته متوقع يكون في آخر سبتمبر نص أكتوبر طيب تركي رسالتك للجماهير نادي النصر والخيتام والله شوف رسالة الجماهير نادي النصر شوف أنا ألومهم هذه السنة صراحة على عدم الحضور للمباريات ومساندة اللعبين ويمكن جزء منها كان توقيت المباريات لكن السنة الجاي لازم يكونوا اليد وحتى يكونوا متواجدين في المباريات وكما عهدناهم بوفائهم بحبهم هذا جمهور الشمس اللي واقف دائماً مع نديه ومع نجومه وإن شاء الله نسعدهم أكثر وأكثر في المستقبل شاكرين لكم بتركي تواجدك وشكر لك برده على حرصك على استماعي على أسئلة الجماهير والإجابة عليها الله يطول عمرك يا سعد شكرا لكم لأبليكيشن النصر